اخيرا قوات موالية للنظام السوري بتدخل الى منطقة افرين اردوغان كاذب اردوغان بيكذب اردوغان في يعيش حالة مرضية حالة استعلاء عثماني سلطاني غير مسبوقة غير مسبوقة في العصر حديث لكن دخول الموالين للنظام السوري والجيش الشعبي النهاردة الى منطقة افرين بيجعل كل كلمات وكل وعود اردوغان امام حزب العدالة والتنمية في تركيا كاذب في كاذب اردوغان قال القوات التركية بتتجه بشكل اسرع لحصار مدينة افرين وقال اردوغان ايضا قوات المسلحة التركية سوف تتوجه خلال ايام المقبلة بشكل اسرع لحصار مدينة افرين لكن المقاومة الرجولية البطولية في افرين من السكان ومن قوات حماية الشعب الكردية دربت المسل دربت المسل في انه هناك من يموت ويستشهد وتسيل دماؤه وتزهق روحه حفاظ على ارضه النهاردة القوات الحكومية اللي يسمعها الجيش الشعبي الموالي للنظام السوري او الجيش السوري بيدخل مدينة افرين لصد الاحتلال والهجوم التركي على ارض عربية سورية خالصة وده كان احد محاور الخلاف والتلاسن اللي خرج من وزير الخارجية التركي مولود جويش اغلو الى السيد احمد ابل غيت الامين العام لجمعة الدول العربية في مؤتمر ميونخ للامن لما السيد احمد ابل غيت قال لابد ان تركيا تخرج من الاراضي العربية فرد عليه مولود اغلو وقال له انتوا المفروض تطلبوا انه روسيا وايران تطلع مين اللي جاب روسيا وايران مين اللي خرب الاراضي السورية والاراضي العراقية مين اللي بيحتل الاراضي القطرية المترجم للقناة